واحدة من التولز كثير مهمة تكون وتعرفوها اللي هي البراوزر استاك هلا هاي البراوزر استاك بتكون مدفوعة ولكن انتو بتقدروا تعملوا كثير فنكشناليتيز بالفري فرشن فاذنو انا شغال بشركة انا دايما لما اشتغل باي شركة جديدة بطلب من المدير تبعي انو يعملي سبسكريبشن بالبراوزر استاك لانو فعليا بتريحنا جدا انا حكيتلكم انو اذا بدنا نعمل تست لاي موقع او للابليكيشن بطريقة صحيحة لازم نعمله على اكثر من سكرين سايز نعمله على اكثر من براوزر ونعمله على اكثر من فرشن لنفس البراوزر لانو كل فرشن بيختلف عن الفرشن الثاني او بيكون انو ضافوا كود فانو احتمال الابليكيشن يكون شغال على كروم فرشن وما يكون شغال على فرشن ثاني وبحق تلكم لازم نجرب على اكثر من الوبراتينج سيستم على الويندوز وعلى الماك وغيرها فهلا لو احنا بدنا نتست هذول الاشياء معناها انو لازم ننزل كروم بهذا الفرشن لما نخلص من التستن نروح نعمل داونجريد لفرشن ثانية او انو نضلنا نغير ونعمل داونلودنج ونستولنج فراح يصفي الموضوع كثير معقد وطويل ولكن التول زي البروزر استاك بتعطيك خيارات لأي اشي اللي بدك اياه على سبيل المثال او بدي اعمل تستن على الويندوز 11 على اللي كروم الفرشن تبع ال 96 كل اللي علينا نسوي انو نكبس ونخلال الكبسة واحدة لحاله غير يبلش يعمل سيتنج لهذا الموقع وغير نشوف رح يفتح لنا كمبيوتر فيه فاحنا كل اللي علينا نسوي انو نفتح الموقع اللي احنا بدنا اياه وندخله هون كوغل اخر نحط https google.com ونفتح الموقع تعنا ونعمل تست ونشوف انو شغال بطريقة صحيحة او لا ومنقدر نعمل ريكوردينج بنقدر نغير البراوزر بنقدر ناخد سنابشوت فلو كان في عنا اي مشكلة بنقدر انو نعملها ريبورتينج بنقدر نغير السكرين سايز بنقدر نسوي كثير شغلات هلا كمان الشغلات انو احنا مش دايما بنقدر نعمل تست للعيف ابليكيشن احتمال احنا بدنا نعمل تست لهذا الابليكيشن تعنا اللي هو الوكال هوست 3000 هلا هذا الوكال هوست 3000 شغال على اللابتوب تبعي مش شغال على الانترنت فانا لو اجي فعليا اجي اكتب هون لوكال هوست جوه البراوزر تال مش البراوزر الاصلي لو نيجي نحط هنا لوكال هوست 3000 خير رجع لنا ارور او انو ما راح يتعرف علي ليش لانو موجود على جيهازي ولكن كمان بالبراوزر استاك فيش اسمه اللوكال تستنج فاحنا بنقدر ننزل الابليكيشن اسمه البراوزر استاك لوكال زي هيك استاك لوكال وخليني اسكر هذا التاب لاني انا معرفه هلا هون بحكي لنزل الفيرشن خلينا نشيلها ما بدي اياه هلا هلا هون بالبراوزر استاك بنقدر نيجي عليه من الابليكيشن بنزل على الابليكيشن تاعك بتقدر انت تختار اللايف فاحنا بنحط اللايف لانو احنا بدي نقدر نعمل تست لللايف فهون احنا بنختار اي ابليكيشن او اي اوبريتنج سيستن بدنا اياه هلا هون بحكي لنا انو يور لوكال تستنج هاز بين انابلد معناها اي اشي شغال على اللوكال عندي المفروض انو يشتغل هون لو انو انا الابليكيشن تاعي محطوط على او خاص بالشركة او شغلات معينة كل هاي الشغلات انحلت بطريقة سهلة باستخدام تنزيل تابع لهم اسمه الابلاوزر استاك لوكال فاللو نيجي نحط الوكال هوست ثري تاوزنت المفروض انو يكون اكون اكسس على الابليكيشن وزي ما انتو شايفين فتحنا الابليكيشن نفسه على هذا اللي براوزر فاحنا بنقدر نتأكد انه شغال على الكروم اعمل اللي سويتش اللي براوزر خلينا نجرب طيب على الفير فوكس بكبسة واحدة احنا بنقدر بيكون لنا اكسس على كثير من هاي اللي براوزر فهاي هي الحلو بالبراوزر استاك والبراوزر استاك كمان ما بيكون الو دخل بس باللايف ابليكاشن زي هيك تستنج احنا بنقدر نسوي كثير اشياء الها علاقة بالاوتوميشن فمشان هيك بنرجع له لما احنا نيجي نبدأ بالاوتوميشن ولكن حاب احكي لكم انكم بتعرفوا مش بس اللي براوزر استاك فيه طولز ثاني كمان بتقدر تسويها سوس لاب واشياء زيها فكل اياتهم بيكون نفس المبدأ اشي بساعد التستر انه يعمل كومباتابيليتي تستنج باستخدام كبسة واحدة وكبسة سهلة فبنصحكم انكم تفتحوا هذا البراوزر استاك تعملوا فري اكاونت اول سوس لاب وتشوفوا شو اللي برايحكوا اكثر وتحاولوا تكبسوا اراند وتحاولوا تستخدموه وانا متأكد انه اذا استخدمتوا مرة رح تستخدموه دايما لان رح رايحكوا كثير اشتركوا في القناة